هيا بنات عاملين ايه يا رب تكونوا بخير طول عمري مؤمنا اننا كستات اصلا مميزين واننا مفيش حاجة صعبة علينا ولا في حد اشتر مننا علشان كده من اول ما بدأت معكم في القناة قررت اننا مش هنعمل اكل عادي ولا حتى هنعمل اي وصفة والسلام احنا تحديدا هنعمل مع بعض اكلات المطاعم بكل اسرارها وتركتها وكل مرة هنروح مع بعض مكان جديد نعرف اسرار اكلة من اكلاته وزي ما تعودنا بنعمل مع بعض اكلات المطاعم وبنكشف كل اسرارها المكان بتعنا النهاردة هو اتوال وقررت اروح وجبلكم اسرار طاصة النجريسكو المفضلة عندنا كلنا من هناك واللي تقريبا من الاساسيات ومفيش اي حد بيروح هناك غير ولازم يطلبها اول حاجة والنهاردة حصريا والاول مرة هتعرفوا كل اسرار وطريقة النجريسكو من اتوال بالتفصيل هتعرفوا سر وش النجريسكو الرهيب دوت واللي هيطلع معاكم زي ما بنكله هناك بالزبط وازاي يطلع معاكم بيمط المطا الرهيبة اللي انتو شايفينها دي وهتعرفوا افضل وانجح نوع جبنا موزاريلا ممكن تجيبوه اصلا واللي هيديكم نتيجة مثالية بدون اي مجهود وسر المكارونة الجوسي الكريمي اللي هتفضل كده حتى بعد ما تدخل التلاجة مستحيلها تمسك وازاي المكارونة تطلع معاكم بقوان مظبوط الواحدة بواحدتها مش مهرية ولا مقطعها بالزبط زي ما بنكلها هناك وبثمان تسطين بس من هناك هتعملوا اربع تساط في البيت بنفس الشكل والطعم والجودة ومن النهاردة انتو مش هتعملوا نيجريسكو انك حوطعمها حلو وخلاص انتو هتعملوا نيجريسكو اتوالف البيت بالميلي واي حد هيكلها عندكم مستحيل هيصدق انها معمولة في البيت قبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد ويلا بينا نبدأ طيب هنبدأ بقى في المقادير بتاعتنا واول حاجة هنجهز الفراخ وعاوزين 250 جرام من صدور الفراخ وعاوزين نتابلها بالملح والفلفل اللي سود والزعتر بس مش بيكون عليها اي اضافات تانية والفراخ اللي بتتحط في النجريسكو في اتوال بتكون ما شوية فهنجهز الجريل بتاعتنا وهنديها دهنة من الزيت بعد كده هننزل بالفراخ بتاعتنا وبالزبط هنديها 3 دقايق من كل ناحية وده كده شكل الفراخ بتاعتنا بعد اول 3 دقايق هنقلبها على الناحية التانية وهنديها 3 دقايق كمان وكده فاتوا 6 دقايق وبس كده الفراخ بتاعتنا خلاص جاهزة وهنبدأ بقى على القطع بتاعتنا نقطعها لشرايح طويلة وبالزبط بالشكل ده ده بالزبط بيكون شكلها هناك وهنركنها بقى على جنبه وهنيجي لتاني حاجة وهي الماشروم وفي اتوال تحديدا بيستهدموا في النجريسكو مشروم لكن بيستهدموا مشروم معلب وفي ناس طبعا بتحب الماشروم المعلب لكن بصراحة انا ما حستوش احسن حاجة فانا النهاردة هستهدم مشروم فرش فرق السعر بينهم يا كاد يكون لا يسكر لكن الماشروم المعلب بيكون ملوش اي طعم بالاضافة ان انتوا هتحسوه زي المطاط بعد كده بقى هنيجي في التاصة بتاعتنا على النار وهننزل بمكعب زبدة واول ما الزبدة تسيح هننزل بالماشروم وهنديله تقريبا كده لمدة دقيقتين بعد كده هننزل عليه برشة من الملح والفلفل الاسود وبس كده الماشروم بتاعنا خلاص جاهز بعدين بقى هنبدأ في الوايت سوس بتاع النجريسكو والمقادير اللي هقولها دي هتكفي اربع تصات بنفس حجم التاصة في اتوال فلو حابين تعمله اكتر هتزوده ولو حابين تعمله اقل هتقسمه الكمية واول حاجة بقى اعوزين اربع مكعبات من الزبدة واربع معلق كبار من الدقيق ونص لتر من اللبن كامل الدسم ونص لتر من المية ومتين ملي من كريمة الطبخ مكعب من مرأة الخضار وبس كده مش بيتحط عليه اي توابل تانية وهنيجي بقى في الحلة بتاعتنا على النار وهننزل بالزبدة وهنبدأ ندويبها شوية بعد كده هننزل عليها بالدقيق وهنفضل نقلب مش هنوقف تقليب لحد ما يمتزجوا مع بعض واول ما يمتزجوا مع بعض بالشكل ده هننزل بمكعب المرأة وهنقلب لحد ما يدوب بعد كده بقى هننزل باللبن بتاعنا تدريجي وهنفضل نقلب مش هنوقف تقليب علشان الصوص بتاعنا ما يكتلش بعد كده هننزل بالمية وبردو هنكمل تقليب بعدين هننزل بالكريمة وهنفضل نقلب لحد ما الصوص بتاعنا يغلي وبس كده الصوص بتاعنا بدأ يغلي وهو ده بالضبط القوام اللي احنا عاوزين نوصله صوص سايل وخفيف قوامه مستميك ودخين قوي زي البشاميل هنجهز بقى المكارونا بتاعتنا وهناك في النجريسكو بيستهدموا يا مكارونا مقصوصة يا مكارونا شرائط فتقدروا تستهدموا اللي انتوا حابينه والكمية دي بالضبط كيلو هتكفي اربع تصاد بنفس حجم التصف اتوال وهنيجي بقى الاهم نقطة وهي تسوية المكارونا والمفاجأة بقى ان مفيش تسوية اصلا ولا حتى هنسلق المكارونا سلقة صغيرة يعني هنستخدمها زي ما هي كده على طول وده السر ان المكارونا اللي بناكلها برا بيكون قوامها مظبوط قوي لمهرية ولا مقطعة وساميكة كده وليها ندغة بعد كده هنيجي التاني اهم سر في النجريسكو وهي الجبنة المتزاريلا واخيرا نوع الجبنة المتزاريلا الرهيب اللي كنت باستهدمه زمان وكنت دايما بشكر لكم فيه واللي كان بطل ينزل للأسف لانه مستورد رجع ينزل تاني النوع ده بقى حرفيا افضل نوع جبنة متزاريلا موجود في السوق وده بالزبط اللي بيستهدمه برا وهو جبنة متزاريلا طبيعي بتتبع بالوزن بيكون موجود تحديدا في سعودي ماركت وبيكون يا اما هولندي يا اما ايرلندي واللي اتنين بنفس الجودة بالزبط وانا شخصيا بحب اجيبها كده على بعضها وبشورها في البيت بالشكل ده وبس كده المتزاريلا بتاعتنا خلاص جاهزة واخيرا بقى هنيجي لأهم خطوة وهي طريقة رص الطاصة بتاعتنا واول حاجة بقى هننزل بشوية سوس محترمين في الطاصة من تحت بعد كده هننزل بالمكارونة بتاعتنا زي ما هي كده بعدين هننزل عليها تاني بطبقة من السوس لحد ما المكارونة كلها تتغطى بالشكل ده بعدين بقى على الوش هننزل بالفراخ والمشرو وبس كده مش هنحط اي حاجة تاني على الوش الجبنة هنحطها في الاخر خالص بعد ما تكون الطاصة دخلت في السوا يعني هندخل الطاصة زي ما هي كده الفرن من تحت على درجة حرارة 170 لمدة 10 دقايق بعد كده هنطلعها ونحط الجبنة الموزاريلا على الوش وهندخلها 5 دقايق كمان تحت الشوايا وبس كده ده شكل الطاصة بتاعتنا بعد اول 10 دقايق هننزل بقى عليها بالجبنة الموزاريلا وهندخلها الفرن 5 دقايق كمان تحت الشوايا وبس كده ده شكل الطاصة النجريسكو الرهيبة بتاعتنا بعد ما طلعت من الفرن وش مزبوط بلون دهبي خطير مستحيل حد يفرقها عن الجهزة اصلا واخيرا جينا الاكتر جزء انا بحبه في اي فيديو وهو الننادو دي حرفيا اجمل طاصة نجريسكو ممكن تعملوها في حياتكم وش دهبي مطاطي ورهيب بسوا المطة عاملة ازاي مستحيلها توصل لها باي طريقة تانية غير دي وبسوا بقى قد ايه الماكارونا طلعة جوسي وكريمي ماكاتليتش ولا الصوس تيخن ومسك عوزاكم تشوفوا قوام الماكارونا لأي حد فاكر ان الماكارونا بالطريقة دي مش هتستوي الماكارونا طلعة مستوية بقوام رهيب الوحدة بوحدتها مش مهرية ولا مقطعة وبتمان طاصتين بس من هناك طلعنا اربع طاصات بنفس الشكل والطعم والجودة لازم تجربوا لطريقة دي وانتو من النهار ده مش هتعملو نجريسكو نكحة وطعمة حلوه خلاص انتو هتعملو نجريسكو اتوال في البيت بالميلي واي حد هيكلها عندكم مستحيل هيصدق انها معمولة في البيت اتمنى اكون عرفتكم كل اللي انتو محتاجين تعرفوه ولو لسه عندكم اسئلة ممكن تسألوني في الكومنتات وهرد عليكم ولو حبينا روح مطعم معين واجبلكم اسرار اكلة معينة اكتبوا لي في الكومنتات والانتاج هيراجع كل كومنتاتكم وهروحو في اقرب وقت ممكن لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملو لايك وشير مع اصحابكم وهستنى رأيكم في الكومنتات ترجمة نانسي قنقر